أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الخميس 15 تموز القمر اليوم موجود بالعذراء ورح ينتقل للميزان فعشان هيك اليوم في عنا زوايا كثيرة وعنا خلو مسار طبعا القمر موجود في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يمكث في هاي المنزل لغاية الساعة 2 و 31 دقيقة بعد ظهر اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي بما أن القمر موجود في برج العذراء معناته رح نظل من الآن لغاية ساعات الانتقال هي أنه منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية أو رقابة صحية أو مراجعة الطبيب أو أمور لها علاقة بالوزن الزائد نقبل عملنا بهمة ونشاط ما بنترك وردة أو شاردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم بيلعب معنا دور هام في هاي الفترة ونشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود في هاي الفترة هي أفضل فترة بالتخلص من عادات سيئة مثل التدخين أو مهدئات أو شرب الكحول وبوسع نقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة و46 دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبما أن القمر في مرحلة نمو وهاي زاوية إيجابية معناته اليوم من الأيام الإيجابية لأي أمور إلها علاقة بالتجميل أو قص الشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و16 دقيقة صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و46 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 6 و46 دقيقة صباحا بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 2 و31 دقيقة بعد الظهر هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي من الصباح لغاية يعني بعد الظهر لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية رح تصير في فترة خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و48 دقيقة صباحا هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات مثل الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدس عشان هيك وإنه برضو الأمور جيدة للتجميل ولكن إذا نويته على الأمر قبل خلو المسار إنه عليه أو بعد خلو المسار بتعمله أنا مفضل إنه ينعمل ما قبل خلو المسار وطبعا هاي مستحيلة لأنها بتكون الساعة 6 الصباح بعد خلو المسار أنا بشوف الوضع أجدر بين وين عمل التجميل فيه طبعا الساعة 2 و31 دقيقة بعد ظهر القمر بصير موجود في الميزة تتغير نفسيتنا تدريجيا فهاي الفترة هي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية ثمينة بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون في الميزان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 17 سبعة بيبدأ في تمام الساعة 11 و3 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 36 و37 دقيقة مساءا لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر فعمر القمر الهلال 6 أيام في تمام الساعة 47 دقيقة صباحا يصبح 7 أيام نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة من 60% ل 45% في المساء يعني الآن هي 60% في ساعات ما بعد الظهر تنزل لغاية 45% بالنسبة للقمر في العذرة وبدأ ينتقل للميزان ورح يفضل في الميزان لغاية يوم 17 سبعة طبعا اليوم هو سعيد ولكن بنسبة متدنية يعني بتصل 10 ل 15% عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحسة بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 60% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد من الآن لغاية ساعات نحكي الصباح قبل خلو المسار وبيستمر فترة خلو المسار بصعوبة أكبر عشان هيك بتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة وخصوصا الأمور اللي بتطلب منك نوع من أنواع التواصل أو الاتفاق ابحث عن حليف أو عن داعم وتجنب الإساءة إلى الأصدقاء وشركائك وحاذر من التراجع الصحي في ساعات ما بعد الظهر طبعا كل ما اقتربنا لساعات ما بعد الظهر بتتغير الأمور فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم وممكن تتعقد بعض الأمور لأن القمر بصير مقابلك تماما فطاقتكم بتصير ضعيف شوي فممكن تشعروا ببعض البلبلة أو نوع من الأنواع الاضطراب علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه في الفترة هاي بكون خسمك قوي والعرقيل ممكن انها تستفزك برج الثور بالظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بإجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم يعني من أفضل الأيام في هذا الشهر وأوفره حظ ولكن انه ما زالت فيه نوع من أنواع الضغوط والعركسة بسبب زوايا كلها اللي ضاغطة في برج الأسد أثرت عليكم بشكل كبير ممكن اليوم تشعر بنوع من أنواع الطمأنين والراحة في بعض الأوقات ولكن انه يفرحة ما تمت القمر رح ينتقل ويروح على البيت السادس في ساعات ما بعد الظهر فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم ابتتزامن عندكم الواجبات وبتصعب وممكن تظهر بعض الأعمال أو تتطلب منكم وقت إضافي لحلها حادروا من المشاكل الصحية يعني بمعنى آخر بدكوا تراقبوا عملكم وصحتكم في ساعات ما بعد الظهر برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعر ببعض الحزن والتعب وتبحث عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك حاول إنك تكون مرن ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة في ساعات ما بعد الظهر تشتدره بدكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء إنك تلطف الأجواء حاول إنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم ممكن تنال أي شيء بترغبه وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في الأيام الماضية هاي فترة إيجابية فحاول تستغلها برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء التنقلات والسفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم بسجل نوع من أنواع اللقاءات المهمة أو الاتصالات المفيدة معكم ولكن بسبب خلو المسار حاولوا أنكم إذا كان عندكم امتحان أو مقابلة يعني تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة اليوم ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال فترة اللي هي النهار في ساعات ما بعد الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شي انكم تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهم شي انك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ومناسبة للإستثمار برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية حاولوا انكم تحرصوا على مالكم من الضياع أو من السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهم شي انك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وحاول انك ما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحاول انك تحدد أهدافك في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شي انك ما تتردد بالتحرك برج العذرة بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو بتسوية أو بانطلاقة في مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد على إنجاح مشروع جديد هاي الفترة فيها نوع من أنواع الحماسة والوضوح في الأفكار حتى ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شي انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب لا تبالغ بمصاريفك والمعتدل والموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية أو تركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بهدايا أو هدية أو نوع من أنواع الدعم برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبسيطر التعب الشديد عليكم أهم شي انك تفكر اليوم في أشياء معينة تكون لها علاقة بشحن وضعك بطاقة لأنه اليوم يعني من كتر الضغوط ممكن تفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للأمال ممكن يطرأ تغيير للأفضل على صحتك في ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديل أو تغيير على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتخوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك بعضكم في يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تسارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك حاول تستغل الفرص لإنهاء كل الأمور المهمة خلال ساعات الصباح اليوم تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات خصوصا ما قبل ساعات الصباح أما من ساعات الظهيرة وبعد الظهيرة بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ويبتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب أمالك وحاذر من البلبل والالتباسات طبعا السبب أن القمر موجود في بيت المتاعد ورح يوعد يومين تقريبا فهي الفترة تعتبر فترة ضابطة بدكوا تنتبهوا منها برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عملك أو على عمل واحد تحديدا قبل الانتقال لعمل آخر حاول أنك تنظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل من ساعات بعد الظهر تقريبا القمر بكون انتقل صار في بيت العلاقات الاجتماعية وممكن تلتقوا الأصدقاء أهم شيء أنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق يعني بدك تبادر بالاتصالات والحركة بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم وحاول أنك تكرر المحاولة لأنه اليوم فيه أشياء إيجابية وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر برج الجدي ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء أنك تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ابتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك هاي فترة إيجابية جدا أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرص في ساعات ما بعد الظهر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع لأن هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغوط وبيكون فيها قلق وتوتر برج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات طبعا اتفحصوا هدول الأشخاص اللي بتعاملوا بالأمور المالية المشتركة لأنه اليوم بتكون دقيقه بكل تفاصيل الأمور المالية حاول أنك تحافظ على صحتك لأنه ممكن صحتك أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف لا تهمل ملف أو قضية خلال هذا اليوم في ساعات ما بعد الظهر بتنشغله في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أمور إلها علاقة بالسفر بأشخاص أجانب اتصالات بعيدة بكل أنواعها يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك أهم مش إنك تستغل الفرص لا تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة وفي بعضكم ممكن يفكر في موضيع الهلاقة بالسفر برج الحود بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو في العاطفي حاولوا تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة لأنه في نوع من أنواع الضغوط الكبيرة لغاية ساعات الصباح يعني ممكن الأوضاع هيك تكون صعبة في ساعة ما بعد الظهر بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم من الأيام الماضية ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار أهم شيء تنتبه للأجواء المالية عندك وخصوصا الأموال المشتركة وحاول تنتبه من بعض المخادعين يعني بمعنى آخر دير بالك على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين ممكن أنه تقلقوا على صحة أحد المقربين لا لكم هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء